وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن طلقي تظلمات وشكاوى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين لحد بكرة الوزارة كانت أعلنت عن انطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت لحد نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018-2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية كما أكدت وزارة التربية والتعليم على تدريب جميع معلم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية لغات بقاعات المدارس والإدارات التعليمية على منهج وكتاب Connect Plus يومي 27 و28 مارس الجاري